أدي الرسالة الثانية أستاذ دكتور عباس يقول أنا رمضان الكريم عليكم يقول أنا أستاذ جامعي وعميد كلية سابق يقول تعرضت لسرقة من أمرأة وابنتها الطالبة في مدرسة زوجتي هذا الاتصال جاهز يا أولد أو عاق الزواج باسم زوجتي تقدمت بشك وضد السرقة وضد التزوير والتشيير يقول بعدين تعرضت داري لهجوم بمختلف الأسلحة على مود أسحب الشكوى لكن القضاءات وقفوا ويا النسوان وزوروا وأتلفوا كل الأدلة أصبحت شهادة شهودية وشكواهم في 2019 دين من ذلك أطلقوا سراح المهاجمين الخمسة بقرار صلح ونحن لم نتصالح ومصائب كثيرة تقدمت بشكوى إلى هيئة الإشراف القضائي لكنهم أغلقوا القضية تقدمت بشكوى إلى سيد رئيس مجلس القضاء الأعلى لكن الاستعلامات ما سمحوا لي لا إلي ولا الوكيل المحامي بإيصال الشكوى أو مقابلته بشكل مقصود كل يامل بيك أن التناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى لاستقبال الشكوى أو الصباح وفاق الودو الاحترام ويقول الخمسة طلعوه بقرار صلح المهم انطوني أستاذ عباس دكتور عباس شعلك السلام عليكم أستاذ الفاضي الله يسلبك دكتور أنت شنو هاي قضيتك حياك الله وبرك الله فيك أستاذ الفاضي حياك الله دكتور يا نجم صادح بالكلمة المعذرة عن ضمير الحي والاستقامة والشرف الله يحفظك دكتور الله يحفظك دكتور أخي أخي أنا هي القضية كبيرة كبيرة يعني ما قدر أقصرها لك فأنا فقط عندي مناشدة مناشدة لأنه مالج مالج أفضح يعني العميق الغاطس أمام المعذرة وماذا الغاطس يا دكتور والولد ما يستحونه من الفضيحة الولد ما يستحونه من الفضيحة اتوكل بالله ومهمتنا أن نكشف الفساد أمام ما تبقى من خيرين لنا الفاسد فاسد يدأس على رأسه أستاذ أستاذ أجم نعم أستاذ أجم أنا أول مرة الوحيد ما وصلت لي هو الدكتور فارغ لي منعتني للسلامات المركيين أنا والمحامي فيحولون الدكتور فارغ لي المنشفت فأنا هسا أجم المنشفت هيا تشوف قضائي اي شي يقول لك إنهم حكمت العمارة شي يقول لك التمييزية في بغداد أنت شي يقول لك شي يقول لك على دعوتك ممزوعة بالتزوير عندي عندي ملفتي كامل الملفات الدعوة كلها عندي أنت شكلفتك هاي الدعوة شنو أضرار ما يضي حبي أنت لهاي الدعوة شنو أضرارها عليك دكتور عباس لأن أنت دعوتك هنا أنا نعم هو يدعوة هو يشكاوة عندي ذني النسوان المشتكيات شكاوة عن تزوير النسوان ذني منين أطلاق النار على داري مرطيا منين ذولة عندي هو يشكاوة دكتور ذولة النسوان والخمسة الهجموا على بيتك ليش ومنين تعرضت لتسرقة والتسرقة ومزورات جناسي مزورات جناسي ثنين وعند الزواج مثل زوجتي وصور وشارقاتني عشر دفاتر وأنا ما أدري فقدمت شكاوة وعالتشير وعالتشير وعالتزوير فمعاجموني مرسين أنت شو أنتوصلت ذني ذني أن شوال هنا البايقات أنت وصلت لهم للدولة وصلت لهم وقدمت باقيني أول بوكة وما أدري زين فأبني مو هي طالبة عند زوجتي أي أعز زغيرة أي فمتدائي هم بيها سرطان بيها سرطان بيها سرطان بيها في المدرجات عطوا بلوياها أي فقاموا يساعدنها يدخسرنها دروس فأين قاموا تروحلين دي البيت الصبح الصبح حتى ما أحد يكون بيت وشانت تجي غزة وشتك تبطيها درس مو خصوصي لا مساعدة مساعدة سانا ما أسأل وباقت البيت ونكمشوا من نكمشا للنسوان اعترفا كل المدرجات قاموا تروحل المدرجات هي ذن اعترفا أمام القضاء أن هن اللي باقين لا ها تذبوها الاعترافات أكو اعترافات أولية قالت احنا بقنا تشهير والتزوير موجود شن التزوير بكتور شن التزوير ما قلنار ثابت موجود التزوير التزوير شن للتزوير انت تقول ماكو اعترافات التزوير لا لا التزوير مثل رسالة نفسية رسالة نفسية موجودة من موبايل نفسي والجناسة موجودة أصطية شا فوقها زين شن اللي تأكد لك انه العشر دفاتر اللي انباقت من بيتك عدهم الوحيدة هي اللي داخل عندي فقط في البيت هاي البناية الزغيرة ومن يقول هي طربت من زوجتي طربت من زوجتي أنا سوح للتوالية ايه الوحيد شرعتني زوجتي طلعت من غرفتي ودعمة هاي مع الكاميرات الكبر عندك دليل فاجاي مني عندك دليل قاطع عد البناية اللي فلوس اللي ما سرقة اللي ما سرقة آه السامنة الفافض السرقة سببت سبب الوزارة الداخرية زين السرقة سببت سبب وزارة الداخرية اي عم تركشون عشار بكت عندي مال تشهير والتزوير القضاء ليش ما تطاق حقك العاد زين القضاء ليش تعتقد ما تطاق حقك انت تتهم القضاء هنا نعم نعم انا ليش اقدم اقدم موتاك كاملة المهم موتاك كاملة اسمية كاملة احنا هذا المقطع هذا المقطع يا دكتور عباس انا رح ابعث الى مديرة مكتب السيد فايق زيدان ورقب التليفون ايضا موجود الى عباسي قابلني واسلمة للملفات ما شاء انا اشكر ما سلمة لغير واحد انا اشكر